خمس نصائح للوافدين الجدد الذين يعملون مع الكفلاء الاجتماعيين Sponsors عنوان الفيديو ما المقصود بالكفيل؟ إن وجود كفيل اجتماعي قد يكون مفيداً جداً عند بدء حياتك في مجتمعك الجديد في سلسلة الفيديو هذه نشارك نصائح من الوافدين الجدد الآخرين حول العمل مع الكفلاء قد لا تعرف ما المقصود بالكفلاء وهم مجموعة تجتمع للتطوع بوقتها من أجل الترحيب بالأشخاص الجدد في الولايات المتحدة ويمكن أن تكون مجموعة من الأصدقاء أو الجيران أو المجتمع الديني لا يتقاضى الكفلاء الاجتماعيين أي أجر فهم يفعلون ذلك من باب عمل الخير يمثل الكفلاء الاجتماعيين بالنسبة لمعظم الأشخاص مساعدة كبيرة يقدم الكفلاء المساعدة في أشياء مثل تعلم كيفية التسوق والذهاب إلى الطبيب وممارسة اللغة الإنجليزية هذا يجعل من السهل التكيف مع مجتمعك الجديد الهدف من مقاطع الفيديو هذه هو مساعدتك على الحصول على تجربة جيدة مع كفيلك ترجمة نانسي قنقر